أطلقت دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة وتحت شعار نتطوع لأجل الشارقة معسكر حصاد التطوعي في نسخته الثامنة وذلك في مختلف فروعها المزيد في تقرير الزميلة مجد السويدي تعزيزاً للقيام الإيجابية ومنها ثقافة التطوع والتكافل انطلقت فعاليات وأنشطة معسكر حصاد التطوعي الثامن الذي استهدف طلبة المدارس الذين تتراوح أعمارهم بين السنة السادسة إلى الثانية عشرة عاماً طبيعة الأنشطة التي يتضمنها المعسكر تقام على مسارات عدة كإحدى المسلكيات الهادفة لنشر ثقافة التكافل والمسؤولية الذاتية أطلقنا معسكر حصاد التطوعي الثامن الذي يحمل شعارنا التطوع لأجل الشارقة في تسع أفرع الشارقة والمنطقة الوسطى والشرقية بهدف تعزيز ثقافة العمل التطوعي وتنمية مهارات الأطفال في التطوع اليوم يكون اسم الحملة أيادي كادحة ونوزع العمال الشتية فنوزع عليهم الحقائق الشتوية تضمن أشياء عشان دفيهم معسكر حصاد التطوعي إحدى أبرز الفعاليات التي تحرص الدائرة على تنظيمها نحو أربع مرات خلال العام لمدة أسبوعين في كل مرة مستهدفة من خلال حزمة برامجية متنوعة اليوم نحن من روح براء منعطي العمال فلوس ومنعطيهم أكل ومنسوي عمل خير بدون مقابل تمتد أنشطة المعسكر من خلال تنفيذ العديد من الحملات الميدانية التطوعية بهدف تعزيز هذه الروح الممتدة للآخرين بالعون وتنمية مهارات الطلب من الجنسين وشحذ الهمم والطاقات لتحقيق الاستثمار الأمثل والإيجابي لأوقات الفرق لا سيما خلال العطلات المدرسية انطلقت فعاليات معسكر حصاد التطوعي الثامن لتعزيز ثقافة التطوع ومد يد العون لدى طلبة المدارس لاستثمار أوقات فراغهم خلال العطل الرسمية وتنمية مهاراتهم لأخبار الدار مجلس سويدي أشارقة